طيب، شوف احنا لسه بنقول ايه؟ الخبر الجديد او الخبر اللي جاي؟ وزير الرياضة يقتقب لعاب منتخبات رفع الاثقال منتخبات مصر رفع الاثقال ليه بقى؟ انتوا عارفين ان الاتحاد ده طبعا ده صور من اللقاء انتوا عارفين طبعا انه رفع الاثقال تم رفع اللقاف عنه منذ ايام خلاص اللقاف في السنتين شكرا احنا كده جاهزين نشارك في البطولات الدولية اللعيبة عندهم طموحات اللعيبة زعلانة اللعبة عندهم مشاكل الاتحاد مش قادر يحل جي هنا دور الدولة المصرية وده الكلام اللي كنت بقوله والله أنا مش فاكر ترتيب الأخبار أنا قريتها طبعاً قبل ما طلع الهواء ولكن مش فاكر ترتيب الأخبار لسه بقول لكم دور الدولة هو موجود تعالوا يا أسرة اللعبين بس الدكتور أشرف صبح قاعد مع اللعبين بس ليسمع شكوتهم إعدادنا ده أنا عرفت كمان موضوع غريب جداً نفيه لعبة ولعبة مهمة جداً ومفروض تشارك الإقاف رفع عنها نسوا يبعثوا اسمها في بطولة العالم اللي جاي يعني الاتحاد نسوا يبعث اسمها بطولة العالم اللي جاي طب إزاي الأخطاء دي بتكلفنا مديليات وبتكلفنا ترتيب في الجدول في الأولمبياد محناش راضيين عنه فلازم هنا دور الدولة دكتور أشرف صبح وزير الشباب ريادة قابل لعبة منتخابنا الوطن رفع الأسقال واتكلم معهم عن كل شيء عن استعداداتهم في بطولة العالم اللي جاي ولا تكون في متينة تشقند بأوزباكستان في الفترة من 7 والسبعتاشر سبتمبر الوزير حفز اللعبين وأكيد سمع مشاكلهم أكيد سمع مشاكلهم ما خدتوا بالكم مفيش حد قاعد هو واللعبين وده دور الدولة المصيدة دور وزارة الشباب ريادة عايزين يرجع بقوة يرجع بقوة ولازم كل اتحاد أو كل حد بيودير ريادة ما قدرش يعمل حاجة لمنتخب أو ما قدرش فكرة ويطبع حاجة نقدر يبقى الوزارة لها قرار أو لها كلمة عليا لأن مصلحة مصر والصالح العام وشفنا بيانة الوزارة آخر كلمة فيها كلمة مهمة جدا الصالح العام للرادة المصرية هو ده اللي هتعمله الوزارة كل الشكر الدكتور أشرف صبحي